وللمزيد يلتحق بنا من باريس عضو الهيئة العامة للثورة السورية السيد وائل الخالد يهلا بك سيد وائل هل برأيك حققت تركيا الغاية من خلال ما تحقق في عفريين أم للأمر بقية السلام عليكم سيدي ومشاهديك الكرام بالبداية ترحم على شهداء الغوطة وترحم أيضا على الضمير الإنسان العالمي لا شك أن في العودة للموضوع التركي لا شك أن تركيا حققت غايتها الأولى في قسم مشروع روجافا الذي كان يهدف إلى إقامة حكم كردي أو انفصال كردي في الشمال بالنسبة لتركيا هذا أمن قومي وبالنسبة لباقي عناصر الجيش الحرق المشاركين يعتبرون ذلك هدفا استراتيجيا لإيقاف الحلم الانفصالي لانفصاليين الأكراد وبالمناسبة هناك الكثير من الأكراد مشاركين مع الجيش التركي في الهجوم على عفريين أي أن الهجوم كان على البيكيكي والحزب العمال الكردستاني بالنسبة لتركيا الآن هو خطوة أولى في المشروع لابد أن تستكمل خطواتها بالدخول على منبج وحماية جرابط والاستمرار في دخول مدن الباب لأنها إذن تقوم بتحرير باقي المناطق العربية الأخرى حتى شرق الفرات فإن مشروعها ما زال في خطر وهناك تقاطع مصالح حيوي وحقيقي مع عرب الشمال وسوريين الشمال والمصالح التركية في الشمال لأن أي انفصال في الشمال هو انفصال يعني هو يضر في مصالح السوريين والشعب السوري وبالمقابل يضر الأمن القومي التركي فهناك تقاطم مصالح ما قائمة الآن بين هذا الواقع القائم في الشمال وبين التدخل لتركيا ذكرت قبل قليل سيد وائل أن المسألة بالنسبة لتركيا هو أمن قومي وكذلك بالنسبة للجيش الحر إيقاف الحلم ما بينهما كيف سيكون الواقع في عفرين برأيك الحقيقة أن المدنيين دائما هم الخاسر الأكبر في العادة في الحروب وفي التحريرات التي حصلت سابقا ولكن إذا أردنا أن نقارن تحرير عفرين بما يسمى تحرير حلب عند النظام الأسدي رأنا أن عفرين تحررت من غير دمار من غير تكسير هناك ضحايا مدنيين ترحم عليهم دائما هناك تبادل اتهامات بمن لاحق الأذى بالضحايا المدنيين ولكن بلا شك أن لو أن نموذج التركي يطبق على تحرير باقي المدن فلا شك أن هناك توازن قوة على الأقل يراعي وجود الشعب السوري في هذه المرحلة وبسبب وجود الجيش الحر كمشارك للجيش التركي اضطر يعني الواقع أصبح مفروضا هو حماية المدنيين بشكل دائم نعم بإجازة سيد وائل إذن كيف سيكون مستقبل المنطقة بعد سيطرة تركيا برأيك على عفرين طبعا برأينا الأتراك لديهم أن يثبتون حسن نيتهم بأنهم بالفعل غير محتلين كما وعدوا جيش الحر وأن يعتمدوا على مساعدة الجيش الحر فقط وإمداده بالمعدات والسلاح لإقامة مشروعه وتحرير سوريا من الطغيان وليس أن يستمروا في البقاء والتواجد وإقامة مدن تركية في الشمال السوري وهذا مرفوض بشكل حقيقي من الشعب السوري ومن المشاركين فأعتقد تركيا تريد أن تعمل استراتيجيا في المنطقة فعليها أن تكسب الشعب السوري وليس أن تعدي الشعب السوري نعم إذا كان معنا من باريس عضو الهيئة العامة لثورة السورية سيد وائل الخالدي شكرا جزيلا لك